عقد سيدة البلاد الأولى هندى دي بيتنو اجتماع عمل مع نظيراتها للأفريقيان حيث قدمت لهن خطابا يتعلق بتطوير المرأة وسهول تمكنها في العمل رشاد حسن طهر تمكين المرأة وتسخير الاستثمار في قطاع الشباب وصحة المراحقين هو موضوع الجمعية العمومية لمنظمة الابداس في دورتها التاسعة عشر التي ترأستها سيدة البلاد الأولى هندى دي بيتنو الجمعية ناقشت عدد من المواضيع مثل صحة إنجاب والتصدي لمعدل الوفايات في أوصات الفتيات والزواج المبكر والتعليم والتدريب المهني وتلقيح الأطفال مبكرة بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص ودعم برامج الحكومات وتفعيل استراتيجيتها كما ناقشت الجمعية حجم التحديات والعقبات التي تواجه منظمة الابداس أمين الفاضل مفوضة الشؤون الاجتماعية مفوضية الاتحاد الأفريقي أثند على جهود سيدات الأول بأفريقيا وأكدت بأن المفوضية تشيد بدورهم في مكافحة الأمراض وتمكين المرأة والشباب وخلال مداخلاتهم أكد شركاء التنمويين وقفهم ودعمهم للعبداس للوصول إلى تحقيق هدفها التي لا تتم إلا بالتكامل العلمي والتوعية والتدريب بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بهدف تعزيز العلم والتكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للشباب سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنوف افتتاحها لأعمال الجمعية التاسعة عشر لمنظمة الابداس قالت إن هذه الجمعية جاءت في وقت يسعى فيه الجميع للعمل من أجل تمكين المرأة والشباب كما أنها تساهم في تعزيز الصحة للمراحقين وحماية الفتيات ومحاربة الزواج المبكر كما تسمح لهم طبق الاستراتيجية التعليمية للأطفال مشهدة بدور الشركاء التنمويين والفنيين جدير بالذكر بأن سيدات الأول خرجنا ببيان ختمي أعلنوا فيه نيتهم في البناء من أجل تلبية احتياجات المراحقين وإقرار التركيز في الشباب وتلبية احتياجاتهم للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة